مرحبا شباب الصبايا كيفكم شو أخباركم فيديو جديد وشرح جديد مثل ما عودناكم ومثل ما وعدناكم دائما من قناة أخوكم محمود علي طبعا يا شباب لو كنت أول مرة بتزورني وأول مرة بتزور قناتي وأول مرة بتشوف هذا الفيديو بدنا تدعمونا وتنزلوا لذا حد تعملوا اشتراك للقناة اتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد وياريت تدعموني بلايك لهذا الفيديو حتى يصل لأشخاص أكتر وشكرا لكم على دعم طبعا يا شباب اليوم رح نحكي في شي مختلف تماما عن موضوع استراتيجيات الربح من الانترنت ومن مواقع الانترنت ومن الاعلانات ومن الضغط ومن النقرات ومن كذا وكذا شرحنا لليوم رح يكون عن موقع رائع جدا ولكن الموقع يحتاج إلى استراتيجيات للعمل على هذا الموقع حتى لو ما كان عندك اي خبرة حتى لو ما كان لك علاقة بمجال العمل والتصميم والشغل رح اعطيك استراتيجيات رائعة جدا لتحقيق الربح من هذا الموقع ولما بحكي الربح رح يكون هو عملك اللي رح يجيب لك الربح ولو انت بدأت واشتغلت بهذا الموقع ممكن انت تفسر مبالغ كتير كتير مقترمة من هذا الموقع موقع اليوم هو موقع فايفر طبعا شرب موقع فايفر هو موقع عبارة عن منصة كبيرة جدا بتقدم خدمات للأشخاص اللي تبحث عن خدمات سهلة وخدمات بسيطة ما فيها تشغل خدمات بنفسها او ما فيها تقوم بها هاي الخدمات وضيفتك انت ان انت رح تتسجل في هاي المنصة ويكون اليك حساب شخصي في هذا الموقع وتعرض الخدمات تبعتك اللي انت بتقدر تقوم فيها لهاي الاشخاص هتقول لي خدمات زي شو خدمات مثلا التصميم متل تصميم لوغو متل تعديل على السور متل تصميم بنار متل تصميم اعلانات لموقع قواصل اجتماعي متل بكتير شغلات فيه طبعا الموقع كتير 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 وممكن انت ممكن تقدر تشغل فيها وممكن تستخدمها الكتابة الترجمة كتير كتير رح نشوف شغلات في هذا الموقع وراح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل اليوم موضوع حلقتنا هو نتعرف على موقع فايفر تسجيل في الموقع من شاح الساب كامل من البداية الى النهاية وان شاء الله الحلقة القادمة او الفيديو الجاي رح يكون استراتيجيات الربح من موقع فايفر حتى لو ماكنت انت عندك اي امكانيات ما كان عندك اي ادوات ما كان عندك اي خبرة انك تقدم اي خدمة في هذا الموقع رح نشوف تسجيل في الموقع من البداية الى النهاية ونتعرف على هذا الموقع واستراتيجيات العمل على هذا الموقع طبعا يا شباب هاي هي وجهة موقع فايفر احنا كمثال سريع للتوضيح لو جينا بحثنا مثلا على لوجو ديزاين لو انا بدي حدا يصمم لي لوجو لموقع الشخصي او لشركة او لمؤسسة رح نشوف هون في عنا عروض كتير لتصميم اللوجو بمكانك تشغل اسعار بعينة 25-40-70-100 دولار طبعا في اسعار خيالية اتصل لالف خمسمية واربعين دولار واتصل كمان ممكن اتصل لأكتر واقل من هيك هنا 1400 دولار طبعا احنا بداية الراح نيجي نقوله become a seller عشان احنا نبدأ نسجل بهذا الموقع ورح ننزل على الاخير لتحت ونقول get started طبعا رح نضيف ايميلنا الشخصي في هذا الموقع وبعد هيف رح نضيف الاسم اللي احنا هنسجل بيه في الموقع رح تختار اسمك والاسم اللي تخفز فيه بعدين رح تختار password طبعا الان احنا تسجلنا بهذا الموقع ممكن احنا نروح نشوف البريد طبعنا رح يتصلنا رسالة من الموقع طبعا لتفعيل حسابنا ممكن نعطي active your account عن بعد الضغط على active your account رح تيجي تفتح حسابك ويقولك your account successfully activated طبعا حسابك تم تفعيله في الموقع بعد احنا ما فعلنا حسابنا رح نروح على edit your profile طبعا هاي مهمة لازم انت تضيفها ولازم تخلصها في الموقع كاملة من البداية للنهاية طبعا اسمك بالكامل تمام رح تضيف اسمك وحسابك save change بعد احنا معدلنا الاسم طبعا security الامام للموقع لو انت حاب تغير الباسورد طبعا لازم انت تضيف رقم هاتف وتفعله في الموقع من verification your phone طبعا security question لازم تضيف سؤال للامان للموقع في حال انت نسيت حسابك او في حال حسابك انها قدرت توصله ممكن انت تعود ترجع تضيف حسابك تمام طبعا هون اتنجي الى لوحة التحكم هي لوحة التحكم الخاصة بالموقع انت ممكن تشوف شو المطلوب منك في عندك ثلاث مهام ملف تعريف المستخدم الخاص بك غير كامل يرر تعديله يمكنك البدء في البيع في خمس دقائق سوف تكون مجمونا لعدم المحاولة لم تقم بتعيين سؤال الامان راح طبعا انت تستمر في التعديل على هاي الشغلات لحتى انت تبدأ في ان يكون عندك حساب كامل ومتكامل طبعا مهم جدا ان يكون حسابك كامل وما في اي مشكلة حتى لما يدخل اي احد يده يطلب ما عندك خدمة يلاقي بياناتك كاملة يلاقي الوصف عندك كامل وكل شي مية في المية بعدك بعد ما تنتهي من هاي الأشياء ممكن تبدأ في البيع بعد الانتهاء من تجهيز بروفايلك وتعديل كل البيانات المطلوبة وتفعل رقم تليفونك وهيك فكفي امكانك البدء بإضافة القطط والاستراتيجيات اللي انت راح تشتغل عليها وتبيح على الناس بالأسعار اللي انت بدك يا طبعا انا هون هذا حسابي وانا ضايف عليه بعض الاستراتيجيات في الفيديو القادم راح ورجيكم كيف ممكن نضيف الحدمات والاستراتيجيات اللي انا ممكن اشغل عليها بعد ما انا جاهز بروفايلي وافاعل رقم الهاتف وافاعل كل شي راح ادى اضيف العربات مثل ما بسميها الموقع او الخطط اللي انا ممكن اشتغل عليها انا هون هاي بروفايلي اضيف عندي اربع خطط انا ممكن اشتغل عليها طبعا هاي الخطط راح علمكم كيف نضيفها في الفيديو الجاي مع بعض الاستراتيجيات اللي راح نشتغل عليها ان شاء الله طبعا يا شباب يا صباحي كان شرحنا لليوم التسجيل في موقع غايفر اه تعرفنا الية عمل الموقع شفنا الاسعار اللي بقدمها الموقع شفنا المواضيع اللي الموقع بيحكي فيها شفنا كتير شغلات عن هذا الموقع اه ان شاء الله الحلقة القادمة او الفيديو القادم راح نزلكم استراتيجيات للعمل على هذا الموقع حتى لو ما عمرك اشتغلت باي مجال من هاي المجالات اذا كانت التصميم او المونتاج او الترجمة او الكتابة او 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 العديد العديد من الشغلات اللي انت ممكن تشغل عليها شكرا كتير للكم وشكرا لمتابعتكم ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة